اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا بكم في قناتي اذا لم اعملتوا سبسكرايب بهاي القناة اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح صباح الخير يعطيكم العافية والسلام للجميع طبعا كلكوا سبعتوا اللي طلوا على اليوتيوب وقعدوا يحكوا عن الادوية تبعت الفيروس الجديد طبعا انا ابدأ احكي لكم الى الان تاريخه احنا ستة اربع اليوم ما في اي دوة رسمي لهذا المرض المرض يعني الان كل العلماء عم بيسووا ابحاث وقد هذه الابحاث تثبت فعاليته وقد تثبت فشالها فلا تتسرعوا في موضوع شرب ادوية او تستخدموا ادوية انا برجع بحكي في اي دوة اي مرض لا تاخد اي دوة حتى لو بروفن هذا الدوة معروف لا تاخده بدون ما يكون عندك وصفة طبية وبتكون بدون مستشارة طبيب اليوم طلع يعني هذا اللي قعدوا طلعوا وناس كنا بنعرف علامة يعني ناس للأسف بسببهم تأثر كتير ناس وراحوا شروا هذا الدوة الفاضي حكوا اليوم طلع في جيرنال فرنسي او جيرنال انجليزي بس العلماء فرنسيين اللي عملوا انه لا افيدنس ما في اي علاقة بين الانتي فيرال اللي هو هيدروكلوروكوين ومع تركيبة الازيترومايسين في علاج هدول الامراض طبعا الدراسة انا حوار جيكو اياها وفي النهاية حوار جيكو طبعا هم بحكي عن الموضوع في السمري شايفين هم بحكي بغض النظر عن اللي حكو الناس وانه فيه له فعالية في المختبر لقينا انه ما فيه اي فعالية قوية مع هذا الفيروس في الكلينيك الموضوع انه ما نتسرع احنا في هاي الشغلات خلي العلم ياخد مجره خلي العلماء يكتشفوا شو اللي مطلوب وما نعود نخبص دل اسف فيه ناس كتير عم بتطلع بس عشان تاخد سبق صحفي او سبق حتى زعماء وحتى سياسيين والان يعني فيه مشاكل كبيرة في الموضوع فما نتسرع خلينا نكون واقعيين خلي اذا فيه علاج ان شاء الله سيبلغ عنه من قبل الطباء والمختصين عشان هيك انا برجع بحكي انه اه لا تاخدوا مصادركم من اي مكان خدوا مصادركم من عند العلماء من عند الاطباء من عند وزارات الصحة هذا افضل شيء السياسيين واليوتيوبرز وانا منهم ما تاخدوا معلوماتكم مني خدوا معلوماتكم دايما من المصادر الصح عشان ما يصير عندكم لغط الان طلعت كتير محاولات اجين برجع بحكي هاي محاولات من قبل علماء واطباء عم بحاولوا انه يسووا او يجدوا علاج عن طريق المختبرات وبعدين على البشر فمش معناها يعني انا قبل فترة سمعت قرأت انه الانتيفنغل تبع قمل الشعر بساعد فما تروح تشرب الشامبو واللي في هذه المادة عشان تقول انا بدي اخفف يعني ما حينفع هذا كله في المختبر لسه والنتائج ما طلعت فخلينا نكون واقعيين ونتصبر شوي والف صحة وعافية ان شاء الله ما يصيبك اي شيء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة